يب نروح دلوقتي لصالة الأمير عبدالله الفيصل وتنضملنا زملتنا روزان نصر وللقاءات ما بعد الفوز طبعا في ضربة البداية مع آية خالد ونادى حمد برحب بك يا مريم وبرحب ضيوفك الكرام نجوم للستوديو التحليلي وبرحب أيضا بكل مشاهدين مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان ألف مبروك أكيد فوز النادي الأهلي النهاردة على شباب بي جايا إلا جزائري بنتيجة 3 صفر فؤولة مبارياته طبعا من هذه البطولة معايا واحدة من نجوم يعني طبعا طائرة سيدات آية خالد برحب بيك طبعا يا آية في البداية على شاش خلات الأهلي بداية قوية جدا طبعا ثلاث أشوات يعني كلميني كده شايف البطولة زي والنهاردة كمان على يعني المباراة النهارة طبعا يا بريك فيكي وطبعا البطولة أفريكية طبعا بطولة مهمة وبطولة قوية طبعا إحنا استعدينا من أول ما خلصنا الكاس دخلنا على طول في معسكر وبدأنا تدريباتنا على طول ما خدناش راحة والحمد لله ده لعيبنا الجزائر الفرقة طبعا محترمة وإحنا نزلنا بكل قوتنا من أول المطس والحمد لله جسدنا تاسف وده يبقى دفع قوية لمطس الجاية إن شاء الله أيا كلميني أكتر عن طبعا أبرز تعليمات المدير الفني كابتن إبراهيم إن احنا منستهوينش بأي فرقة هنلعبها طبعا لنا فرقة قوية وفرقة بش قوية قوي فمنستهوينش بأي فرقة نلعب بكل قوتنا في أي مصر مع أي فرقة وده اللي احنا عملنا النهاردة وده سهلنا مكسب الحمد لله كل التفيل لكم طبعا في هذه البطولة وبشكرك يا أيا شكرا نورتنا مريم ده طبعا كان لقاءنا مع أيا خالد واحدة من نجمات فريق طائرة سيدات ترجمة نانسي قنقر